تأزم المشهد على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة يزداد تصعيدا من قبل قوات الاحتلال بعد أغطية لقائد عسكري ميدلي في حزب الله بقصف سيارته وبخطة استباق رد الفعل تعلن حكومة الاحتلال على لسان رئيسها بنيمي نتنياهو عن جدية عملها لإعادة الأم على تلك الحدود بينما يرد حزب الله بتكثيف استهدافه لمواقع وقواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ينظر علينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب السيد يوسف أهلا بك بداية برأيك هذا تصعيد غير المسبوك إلى أين ستذهب الأمور بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلية مساء الخير استاذ طارق لو بتعيد السؤال لو سمعت لا أسمع أنا هل تسمعني الآن استاذ يوسف نعم الآن أسمعك نعم نعم استاذ طارق الآن أسمعك بفضل بعد اغتيال الذي واقع اليوم لوسام طويل القيادي البارز ميدانيا أين ستذهب الأمور ما بين الحزب والاحتلال الإسرائيلية؟ واضح أن اغتيال القيادي العسكري لحزب الله اليوم نأب قائد كتيبة الردوان يعني هو شكل محطة مهمة في المواجهة ما بين حزب الله وإسرائيل لكن بتقديري من الجانب اللبناني بمخص حزب الله أعتقد أنه سيبقى في إطار العمليات التكتيكية التي يعتمدها منذ الثامن من أكتوبر الماضي بمعنى أن كل عملية إسرائيلية سيرد عليها بعملية ولكن بالميدان وليس خارج قواعد الاشتباك التي يعتمدها حزب الله أعتقد أن حزب الله يدرك تماما بأن عمليات الاغتيال واستياد القادة في الميدان لحزب الله يراد منها من قبل الجانب الإسرائيلي استدراج حزب الله إلى رد كبير وإلى ضرب مواقع استراتيجية في إسرائيل ربما تبرر القيام بعملية عسكرية واسعة على طول الحدود اللبنانية وهذا ما يحقق رغبة أكيدة لنتنياهو سبق وعبر عنها منذ بداية الحرب في غزة وهو يرى الفرصة الآن مؤاتية لشن حرب على لبنان باعتبار أن الوجود الأمريكي والغربي للحلف الأطلسي في البحر المتوسط ربما يكون عامل مساعد لإشراك هذه القوى في الحرب إلى جانبه ضد حزب الله وضد إيران لكن أعتقد اليوم حزب الله من خلال ما يحصل لقادته أو لحلفائه في لبنان لن يقف مكتوف الأيدي سيقوم برد ولكن أعتقد أن هذا الرد سيكون مدروس ومضبوط تماما كالعملية التي نفذها قبل يومين والتي استهدفت برج المراقبة الأساسي لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة أعتقد أنه ضمن هذه الحدود الجغرافية يتعامل حزب الله مع إسرائيل بعملية مقابل عملية واضح اليوم أن الإسرائيل هو الذي يذهب بعيدا من خلال اغتيال قادة ميداني لحزب الله أو من خلال العملية النوعية التي نفذها في عمق بيروت وفي قلب الضاحية الجنوبية والتي أودت بحياة القيادة في حركة حماس صالح العروري أنا لا أعتقد اليوم أن اغتيال هذا القيادي قد يستدرج حزب الله إلى عملية كبيرة تبرر لنتنياهو والمجلس الحربي أن يتخذ قرار شن الحرب على لبنان وهذا ما يريده الإسرائيلي لا أعتقد اليوم أن حزب الله سيوفر هذه المادة أو هذه الذريعة للجانب الإسرائيلي كنت ذكرت بأن الحزب سيرد الرد المنتناسب ضمن عملية محسوبة ومضبوطة الإقاع البعض اليوم بعملية الاغتيال التي قام بها لاحتلال الإسرائيلي بأنها أدت إلى انهيار قواعد الاشتباك المعروفة وهناك تجاوز كبير للخطوط الحمر هل مع ذلك مع اغتيال وسيم طويل ستبقى الجبهة اللبنانية جبهة إسناد أم أنها ستنتقل في مرحلة الماء إلى موقع مختلف لا أعتقد حتى الآن حزب الله لن يخل بالتعهد الذي كان قطعه بأن جبهة الجنوب هي جبهة إشعال وإسناد لغزة واضح اليوم أن الإسرائيلي تخطى قواعد الاشتباك وتخطى الخطوط الحمر التي كان وتحدث عنها أمين عام حزب الله بمعنى أنه لن يسمح لإسرائيل أن تتخطى هذه القواعد لو كان ثمة مبرر لحزب الله لأن يقوم برد واسع ويخرق هذه القواعد لكان فعلها منذ اغتيال القياد في الحرس الثوري الإيراني رضي الموسوي في دمشق أو باغتيال صالح العروري في الضاحية الجنوبية أو باغتيال نجل محمد رعد النائب محمد رعد باعتقادي اليوم حزب الله يعرف تماما أن تكلفة جر لبنان إلى حرب لها أثمان كبيرة اقتصادية وعسكرية وسياسية وحتى بعلاقات لبنان مع الخارج لذلك هو لن يجازف بالذهاب إلى هذه الحرب لن ينلح إسرائيل هذه الورقة لكن ذلك لا يعني أن هناك ضمانات بأن لا تجازف إسرائيل أكبر وتذهب إلى عملية واسعة مع لبنان لنتذكر أستاذ طارق أن نتنياهو تحدث قبل أيام أو وزير الدفاع الجالنت على ما أعتقد وقال أن الحكومة الإسرائيلية مددت مسألة إجلاء المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة حتى التاسع والعشرين من فبراير المقبل وبالتالي هذا سقف زمني ضاغط على لبنان وضاغط على إسرائيل بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية إذا لم تحقق مطلب أساسي هو مسألة إبعاد حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني بعمق عشرة كيلومترات عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونشر قوات دولية معززة في هذه المنطقة سيلجأ إلى الخيار العسكري حتى الآن المساعي السياسية والدبلوماسية لم تحقق أي خرق على هذا الصعيد حزب الله يربط وقف إطلاق النار بوقف إطلاق النار في غزة وأعتقد أن هذه المسألة لن تتحقق من الإسرائيل أقله في الوضع الحالي أنا أشكرك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف الدياب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك